نحن الآن على حاجز حوارة قرب مدينة نابلس هذا الحاجز واحد من اثنين أو ثلاثة حواجز إذا أغلقت يمكن حبس السكان الفلسطينيين كلهم في مدينة نابلس داخل هذه المنطقة الجغرافية المحددة ما نراه الآن من إعاقة حركة المرور للسكان الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق الحواجز بعد العملية التي جرت مساء أمس قرب مدينة نابلس هو جزء بسيط من سياسة العقاب الجماعية التي اعتادت عليها إسرائيل ضد الفلسطينيين ليس بالضرورة أن يكون هناك عملية عسكرية لكي تقوم إسرائيل بسياسة العقاب الجماعي ضد السكان الفلسطينيين وبشكل سريع لخص مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في نهاية شهر ديسمبر عام 2016 بعض الأرقام في الضف الغربي وثقوا 472 معيق للحركة سموها معيقات للحركة منها 44 حاجز ثابت مثل حاجز حوارة مأهول بالجنود بشكل دائم و52 حاجز مأهول بالجنود بشكل متقطع و180 حاجزا طرابيا و72 حاجز طريق بالإضافة لـ 124 طوابة حديدية في العادة يكون نصفها مغلقا الوصف الضقيق لما يجري الآن هو أن إسرائيل تحجز سكان مدينة نابلس داخل منطقة جغرافية معينة إذن هم محبوسون بواسطة حاجز أو اثنين أو ثلاثة حواجز بإمكانها تطويق المدينة بشكل كامل ومنعهم من الحركة في سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل هذا حاجز آخر هو حاجز يسمى حاجز بيت فوريك بالقرب أيضا من مدينة نابلس يتم إغلاقه وعاقة حركة السكان داخل هذا الحاجز هناك الكثير من الأساليب التي تنتجها إسرائيل في سياسة العقاب الجماعي منها مثلا ما نراه الآن إغلاق الحواجز منع الناس من الحركة وفي ظروف أخرى إغلاق القرى بالسواتر الترابية أو وضع بوابات حديدية على مداخل القرى وهناك أيضا منع السكان من العمل والبحث عن لقمة العيش داخل الخط الأخضر نحن الآن في منطقة جنوب غرب مدينة نابلس تحديدا قرب قرية سرة يستطيع جنود الاحتلال المتواجدين على هذا الحاجز في أقل من دقيقة حبس مدينة نابلس فعليا عدد بسيط من الطرق يمكن إغلاقها بسهولة إما عن طريق البوابات أو بالمكعبات الإسمنتية كما نراها هنا شاحنة تحمل مكعبات سميتية تلف الضخفة الغربية كلها تضع المكعبات في الشوارع يحبس الناس داخل تجمعاتهم السكانية في المدن والقرى بكل بساطة ترجمة نانسي قنقر